المترجم للقناة في 2015 أيضا يوم ما سجل عمر عبد الرحمن آهن على عمر عبد الرحمن يكون موجود إن شاء الله تعالى في قادم الفترة و2019 طبعا مباراتنا في هذه المجموعة المجموعة السابعة تأخرنا بهدف وعلي مبخوت مرة أخرى ولاحظ أن علي مبخوت اللي عنده ثلاثة هدف فقط في مرمى منتخب ماليزيا يسجل هدفه السادس في مرمى منتخب ماليزيا ليصل الآن بالفعل إلى 72 هدفا تضع ضمن قائمة صفوة لعبي كرة القدم في العالم أيضا نادي أهل الوجير زمان طبعا متحدث عن حاتم السويسي ونيلو بن جادا أيضا اللي سبق بأن درب نادي العين كان مدربا لمتخبي ماليزيا في فترة من الفترات هذه كرة جميلة لصالح متخب ماليزيا متخب الإمارات مطالب الحذر 1-0 لا تعني ضمان النتيجة بالإسبانا 1-0 لا تعني شيء منتخب ماليزيا قادر على أنه يعود لهذه المباراة كرة خطيرة وفي راية في راية في راية في راية في راية في غاية الرقي وفعل الاكتشاف للمدرب السيد بان ماردك لأنه أنا قلت حتى في المناسبات السابقة أنه من الحالات النادرة في منتخب بلجيكة بالمناسبة في 28 إنها مباراة دولية طبعا مع منتخب الشباب ولكنه اختار الآن منتخب يعني منتخب الإمارات عند فترة إعداد لتكون هذه التصفيات الرسمية أيضا ضمن فترة الإعداد عندنا بطولة العرب في الدوحة أيضا كانت الكرات الخطيرة لنا في الشوط الأول شايف المنتخب الماليزيا عند الكرات الآن من ربع الساعة أولى في الشوط للمباراة الثاني على قدرة على الاحتفاظ بالكرة نحتاج مثل هذه الأمور الآن أتحدث عن كايو كانيدو اللي رح يكون مديل في قادم الكايو ما كنت بتسهل الإطاق كان ممكن كرة كانت سهلة جميلة أيضا من خلفان مبارك أيضا من خلفان مبارك يصنعوا لك الشهد نعم يصنعوا لك العسل برانسيلي بالمناسب ممكن في يوم الأيام كل منتخب الماليز أولنبي أخيرا أخيرا صار له شكل واضح في الملع وهذه نقطة مهمة جدا وتعطينا انطباع على العمل المقدم لطبعا انتحاد كرة القدم هذه كرة تلعب الآن في هذا المكان عن طريق ماتيو ديبيس وصلت هنا في الجهة اليمنى لهذا اللعب الآخر أيضا سومري ومحاولة قائمة وعلينا الحذر كما ذكرت كل الحذر الحذر كل الحذر الحذر كل الحذر نعم لأن المنتخب الماليزي موجود في اللحظات الماضية من عمر المباراة كرة فيها مرور وخطيرة ولزالت قائمة والتزديدة الله الله نحن بخمس مباريات أذكر الجميع أيضا بأن منتخبنا عند مباراة أقل من المنتخبين فيتنام وماليزيا وتايلاند كيف يشترون بأن منتخب الماليزيا وتايلاند كيف يشترون بأن منتخب الماليزي موجود فيها مباراة أقل نحن بأن منتخب الماليزي موجود فيها مطاق نحن بأن منتخب الماليزي مستوى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كبار المسؤولين في مملكتنا الحيب تصف الملعب تعود الكرة بالخلف لتبقى الامور على مايه حتى الان التعادل الابيض التعادل السلبي صفر صفر كرة بالخلف محمد عبد الرزاق كبتل منتخب منتصف الملعب الى كراس نيكي تعادل الابيض التعادل السلبي صفر صفر حتى الان ملعوبة على طول الى صفوي راشد تعود الكرة مع محمد عزام منتصف الملعب كرة مع منتخب ماليزيا الاعتبار عن طريق النقلات الى صفوي راشد مع تقدم اللاعب كوربين 22 تعود الكرة بالخلف الى كراس نيكي كرة مع منتخب الماليزيا بداية تجمع الان محمد شمير كرة معاه والبق عن زميل ما نعطي فرصة واخطي واعمل ضغط على اللاعب خطر هذه للعبة صاحب كان يتقدم صفوي راشد لاعب جيد كرة في الجيل اليمنى تعود كرة مرة اخرى بالخلف تحضير من قبل منتخب ماليزيا لكن منتخبنا ايضا عامل دفاع حتى الان الدفاع جيد ودفاع منظم كرة مع كراس نيكي تعود الكرة بالخلف محمد اللي طبعا براية المساعد الحكم الاول يلقي الهدف حلوة ملعوبة راح نسجل بإذن الله تعالى التركيز مطلوب والهدوء مطلوب وايضا تطبيق ما يريد منرب مطلوب والاستفادة بقدر الاستطاع والامكان من هذه المباراة بقدر نظر عن نتيجة المباراة هي البروفا الاخيرة وبلا شك الجمهور البحرين والشارع الرياضي يريد الاطمئنان على منتخبنا وبلا شك الجماهير أيضا لديها ثقة فيها ملعوبة الكرة طويلة أمامية لتبقى الأمور على ما يمقطعها من علي حرام تعود الكرة بالخلف إلى العملاق كراس نيكي منتخب الماليزي منتخب المتطور كرة في الجيل يمنى لتبقى الأمور على ما يحتلان منتصف الملعب حلوة برافو إلى شفيق أحمد ملعوبة الكرة بداية تجبه دائماً اعتماد عن طريق الأطراف وأذكر بأن منتخب ماليزي يقعب ثلاثة مهاجمين صفوي راشد وشفيق أحمد ومحمد السمارع كرة بالخلف مع منتخب ماليزي منقولة دائماً أن تقدم اللاعب كوربين اللاعب رقم 22 اللي يعود بكرة بالخلف إلى الكابتن محمد عبد الرزاق والصورة بيريدون كراسنيكي اللاعب الماليزي من أصول طبعاً كوسوفو على فكرة هذا اللاعب ثلاثة لعيبة هناك التواجد مع منتخب الماليزيا ملعوبة الكرة مع منتخب ماليزيا ملعوبة الكرة ملعوبة الكرة وفي صفورة فيها حاجلة التركيز الأفضل من قبل الظهير الأيزر أهزع علي اللي يسجل مشاركة الأولى في مباراة الأولى الدولية ملعوبة الكرة بالخلف راح تحلو المباراة صفوي راشد إلى ليريدون كراسنيكي العملاق اللي كان احتجاج كبير من هذا اللاعب الضهير الأخطي من المجال وهو السيد عيس بدوره نقله الأخطاء ملعوبة الكرة إلى ليريدون كراسنيكي اللاعب مهاري اللاعب جيد البث عن زميل على طول ليريدون كراسنيكي العملاق ملعوبة الكرة بالخسامارة ملعوبة الكرة معه منتخبه ماليزيا والتقدم إلى الأمام والبحث عن العودة حذاري من التراجع أعمل الضغط عليه ومعطي مجال حتى يرفع حذاري من الأخطاء اللا راحت على طول ملعوبة حلوة أمامية على طول أمامية شفيق أحمد الخطير تلعب تلعب الكرة على طول كان الجهاز الفني واضح لكم مشأة الكرة تزديدا من جوسم السلامة بدون تركيز ما راح السجل ذات طريقة ملعوبة الكرة تعود في الجهة اليسرى مذكر بأن الشوق الأول منتخبنا سجل هدف من ركلة جهازات في دقيقة واحد واربعين ملعوبة الكرة إلى خارج الملعب إذن برندن الشوق اللاعب برندن اللاعب رقم خمسة عش قبل الحارس إبراهيم لتفعله يحافظ على شباكة حتى الآن لله الحمد قدم مباراة كبيرة ملعوبة الكرة حذاري من الأخطاء أعمل برس ما أعطي فرصة ما أعطي مجال يرفع راسه أو يلعب الكرة عرضية اللي تقل لشارة كبتل منتخبنا الآن بعد طبعا استبدال اللاعب عفوا السيد سعيد اللي سجل طبعا في شباك منتخب أوكرانيا مع محمد السمارة كرة طويلة أمامية مهدي حميدان منتصف الملعب متابعة حاضرة تلعب طويلة تابعا السلامة مقطوع الكرة تعود مرة أخرى مع منتخب ماليزيا إلى اللعب ليريدون كراسنيكي العملاق في الجيل يسره كرة مع كوبا كوربين الظاهر الذي دائما تقدم إلى الأمام يعود الكرة بالخلف نقلات جيدة